عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي وإحدى المتنفسين في سباق الانتخابات الرئاسية لطالما اهتمت بقضية تجنيد التونسيين في سوريا والجهة المسؤولة عن الزج بهم في ساحات القتال كانت هي وغيرها ممن بحثوا عن أدلة قاطعة تدين حركة النهضة في قضية تجنيد الشباب التونسيين في سوريا تقدمت بشكاوا للقضاء التونسي ضد رئيس النهضة وعدد من قياداتها بدعوة تورط في تسفير الشباب للقتال في بؤار التوتر ملف انفردت به العربية تحديدا برنامج مهم خاص الذي عرض عام 2013 بطرح أدلة ونشر صور وفيديو حصري منذ سنوات دعمت اتهامات لا طالما وجهت لحركة النهضة ومنها علاقتها بتجنيد هؤلاء الشباب التونسيين للقتال في سوريا فيديو وصور تذكارية جمعت عبد العزيز نجيب مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحبيب اللوس كانت انفردت بنشرها العربية قد تجيب على الكثير من الأسئلة التي يتداولها الشارع التونسي فالفيديو وصور الحصرية توثق تورط نجيب بعمليات إدخال الشباب التونسي إلى الحدود السورية وتطرح التساؤلات عن علاقته بالغنوش واللوز والصور التي جمعته بهما وتجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا هذا الملف ليس الأول للنهضة بين هذه الملفات الغرفة السوداء وامتلاكها جهازا سريا موازيا مرتبطا باغتيال السياسيين شكر بالعيد ومحمد البراهن والتي أيضا طفت على السطح مجددا بعد إعلان مجلس الأمن القومي إحالته ملف جهاز تنظيم سري للنهضة إلى القضاء